قال ابن كثير رحمه الله وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهِ فَلَا رَسُولَ بعده بطريق الأولى لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبوة بدأت بأب البشر آدم عليه السلام وختمت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وشريعته عليه الصلاة والسلام ناسخة للشرائع السابقة فهو صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين كافة في حين أن الرسل السابقين كانوا يبعثون في أقوامهم خاصة كل نبي كان يبعث في قومه قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَقَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَقَالَ تَعَالَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ولكن رسول الله وخاتم النبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم جوامع الكلم يعني المعاني الكثيرة يذكرها صلى الله عليه وسلم في ألفاظ قليلة ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا يعني يتيمن من الأرض ويجوز أن يصلي على الأرض وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بها النبي الحديث أخرجه مسلم قال الحافظ بن كثير رحمه الله وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى لأن كل النصوص التي ورد فيها ختم النبوة كلها جاء فيها ذكر النبوة والأنبياء يعني ما قال ختم بي المرسل دائما فيها ختم النبي خاتم النبي وقال ابن كثير رحمه الله وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا وبذلك وردت الأحاديث المتواترة انتهى كلامه بنحوه وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فهذا لا يعارض ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم لأن عيسى عليه السلام لا يأتي في آخر الزمان بشريعة جديدة يبعث بها وإنما يحكم بشريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام ويقضي بها فيكون حكما عدلا فينزل حاكما شكرا